الدكتور عيمات خليني أروح على دكتور عيمات وأسأل السؤال عن تطبيق الشريعة الإسلامية في الدول الغربية بس خلنتكلم الآن عن الإسلام لأن موضوعنا اليوم هو الإسلام في أمريكا أخي دكتور عيمات لازلت معنا دكتور عيمات أيوة تحت أمرك طيب دكتور عيمات إذا انتشر الإسلام وخلنفرض أنه بعد 15 سنة أو بعد 20 سنة أنه الإسلام رح ينتشر في الغرب ورح ينتشر في كل مدن وكل شوارع أمريكا وقرى وأرياف أمريكا سؤالي إليك هل سيحاول المسلمون في أمريكا من تطبيق الشريعة الإسلامية في أمريكا وإذا طبقوها أي نوع من الإسلام رح يكون إسلام يعني شيعي سني مزدوج مكحل أي نوع آخر من الإسلام رح يكون فضل أيوة دكتور باس أول أمر لو الإسلام انتشر هيحاولوا طبعا يطبقوا الشريعة الإسلامية بكل تأكيد لأن الدول العربية بترفض تطبيق الشريعة لأن الدول العربية فاهمة الشريعة لدرجة أن الرئيس بشتر الأسد من شهرين قال أي واحد هيتكلم عن الشريعة الإسلامية هنحكمه هنودي السجن ونحكمه البشتر الأسد اللي هو فعلا رجل محترم ورجل كريم مع المسيحيين في سوريا ياريت مصر التعلم منه فدلوقتي الشريعة الإسلامية هيحاول ينشروها لأن الدول الغربية بتؤمن بالهيومان رايز فهيقولوا إحنا دلوقتي عايزين نطبق الشريعة طيب لأن إحنا مسلمين ومن حقنا نطبق الشريعة أولا فيه مسلمين كثيرين هيعرضوا تطبيق الشريعة لأن فيه مسلمين لبرال يعني مسلمين متحررين وده الغالبية في الغرب عايزين نفهم من الحكاية دي كويس قوي غالبية المسلمين في الغرب مش متعصبين غالبيتهم بيرفضوا الشريعة ده المسلمين نفسهم لما حاولوا يطبقوها في بلد في كندا المسلمين الوومن استتتات قالوا وتلغط لأنه مش ممكن استتات المسلمين يقبلوا تطبيق الشريعة الإسلامية دي أول حاجة فهتقابل عقبات جمدة جدا من المسلمين أنفسهم الرجال المتحررين والشباب الجديد والوومن فده صعب جدا من الناحية القانونية عشان تتغير أي دستور في أمريكا بشريعة إسلامية لازم يوافق عليه خمسة وستين في المية من أعضاء الكونجر وده برضو مستحيل مش سهل ولازم غالبية أي سيتي توافق عليه عشان يتطبق فيها وده مستحيل أيضا فموضوع تطبيق الشريعة مش أمر سهل لو الإسلام انتشر في أمريكا المسلمين هيختلفوا مع بعض وهيحربوا بعض الشيعة والسنة والأحمدية والبهائية فيه إمام مسجد كبير بالأحمدية قال أن بناء المسجد في نيويورك غلط وجاء ضد المسلمين كثيرين فالأحمدية بتقول المسلمين بيتطهدون فالأحمدية والشيعة والبهائية مش هيقبلوا بتطبيق بس ربما دكتور عيمات أنا معرف ربما أنت صح لكن ربما أنه الأحمدية اللي قاله الآن من ريد الجامع في جراون زيرو ربما جاء يطبقون سياسة رسول الإسلام لما كان في المكة فالأحمدية ربما الآن داي يقولون إحنا الآن يا جماعة في المكة فخلونا نبتعد من جراون زيرو إلى أن نتقوى شوية تصير عسكرياتنا زين بعدين نغزونا غزوة بدر أو غزوة أحد الله أعلم أنا أشكرك خليني أرجع إلى دكتور محمد رحومة هل لازلت معنا دكتور محمد أيوة معك أستاذ دكتور محمد إذا عندك تعليق أخير دكتور محمد قبل ما أخذ الخط البعض فضل أنا عندي تعليق بس عايز أقول هو إحنا لم نصل بعد إلى خطر تطبيق الشريعة الإسلامية في أمريكا نحن ما نزال في أول الخطر لكن أريد أن أثير انتباهكم وأطلب منكم بحرارة الصلاة لأجل القنوات الصدائية المسيحية لأنها هي الآن جيش الرب المدافع عن حقوق الأقباط في كل الدول الإسلامية لعلكم تذكرون مروى الشربيني تلك المسلمة ونحن بالتأكيد ضد قتلها بالتأكيد لأننا لا نؤمن بالقتل لكن انظروا عندما قتلت مروى صار العالم صار العالم وصيروها قديسة ويقتل الشهداء في كنائس العراق وفي كنائس المصرية وفي كل مكان ولا أحد يلتفت لديهم أجندة يا دكتور باسم يا كل القنوات الفضائية اتحدوا لا نريد صراعا ولا نريد تنفسا شريفا نريد وحدة نريد أجندة أجندة تحمل الصليب تحمل الكلمة والبشارة لكل المسكونة هذا ما نريده نريد أن نكون متحدين نريد أن نكون يد واحدة نريد أن ننبذ الخلافات نريد أن نتفرق للدعوة للتبشير وليس للحديث عن بعضنا أو عن سيئاتنا أو اختلافاتنا أو أولئك الذين يحاربون في الصدائيات يسقط القتل في مصر فتنزل البيانات لا نريد بيانات نريد أفعال أريد أن تدخل كل القنوات الفضائية إلى الشرق الأوسط الكنوات المسيحية أريد أن تدخل إلى الشرق الأوسط وتفضح الإسلام وتدافع عن حقوقنا نحن المتنصرون يا دكتور بهاء لا حقوق لنا أنتم مسيحيون فلكم حقوق تبحثون عن المواطنة نحن حتى المواطنة نسقطها نحن لا أزاز نحن نحن مرتدون أي طفل صغير يقتلنا ويدخل الجنة بنا هذا ما أريد أن أقول وأشكر على هذا البرنامج الجميل شكرا عزيزي الدكتور الرب يبارك فيك خليني أخذ بعض الخطوط صار عندي خطوط جدا كثيرة وعند أسئلة إليك دكتور عبد الكريم خليني أخذ إما الأخ يوسف إذا على الخط باقي إذا ما باقي انطوني الأخ وديع ألوو تفضلوا لا أرامية تفضلوا نعم الاسم الكريم وديع أنا وديع من كاليفورني وديع أنا وسأل أخ وديع شوانك أخوية يا مية هلبيك أخ وديع شوان صحتك فضل حزيزي شنوس عندك سؤال أخ وديع السؤالي حندي فالسؤال هلاحظ برنامجكم على طول هلاحظ زكريا نعم 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 الله عليك هسأ أنا هسأ أنا عراقي يعني نعم أنا مسيحي نعم هو يعني من أسسة الدنيا لحد الآن هم يعني هم يعرفوها يعني مشكلة هذا مسيحي هذا مسلم هذا يهودي يعني من أسسة يعني الدنيا كلها اي يعني أسأة أمريكا هم دي يقولون انتشار المسيحيين في أمريكا دي ينتشرون لأن هم ذول يعني انطوهم فرصة لأن حدهم عاطفة حدهم حنان أو انطوهم فرصة لهم يسوون يعني مدى لو تعالوا يا بنتم تشروا إسلام أو سووا مشاكل أو قتلوا أو قتلوا بشرية أو قتلوا أطفال أنا لحد الآن ما افتهمت سؤالك أخ وديع ممكن تدخل بصلب الموضوع تنطين السؤال بوضوح أرجوك يعني خلزي أحنا المسيحيين يعني عدنا مثلا أنا سمثلا نقول لك أحنا بالمكة سمثلا تروح تفتح كنيسة ما رح يقبلون نعم 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 يقبلون تفتح كنيسة لا لا ما يقبلون لا ما يقبلون نعم يعني خلزي أقول لك أنا المسيحيين يعني بند يقولون انتشر العالم بالإسلام بالأمريكا وبأوروبا وش اسمه يعني هم العراقين زيان هم العراقين ينارس مثلا الجو ينار أنطوهم جامعة أنطوهم ش اسمه قالوا يعني حتد يعني هدهم هدهم سماع هدهم يعني المسيح هو من يجل السلام أشكرك أخودي